السلام عليكم البنات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى آخر أمركم كاملا باز وعطلة إن شاء الله سعيدة مع وليداتكم يعني حاولوا تبخو فيتيو في هذه الفاكنس ولهذا يعني خممت فيكم واليوم جبت لكم وصفة تعقيقية سهلة وبسيطة ومتاخدش منك وقت كبير وأكثر من هذا الجبنينة بزاف بزاف والشكل ديالها كما راكم تشوفوا يعني هكذا باش تفرحوا لوليدات ديالكم في العطلة وبلما نطول عليكم شوفوا الوصفة واش نحتاجه في الوصفة ديالنا حاجة الأولى هي 6 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة من الأحسن تكونوا خلشتوهم ليلى من قبل ميناء الثلاجة ونزيد معهم 100 غرام تاع السكر العادي ما نيش حبتها تجي حلوة بزاف لإننا راح نعملها كخم شنطية ديناتو حلوة يعني راح نطلحها كما نطلع الجنواز يعني لكن طريقة راح تختلف من بعد المهم نخفقها واحدة لخمسة دقائق حتى نتحصل على هذا الشكل تاع الجنواز أكيد نضيفوا فانيلا أنا ضفت أكسترا فانيلا ليكيت وما تقدروا تضيفوا أي نوع من الفانيلا كما لكم تشوفوا هنا بعد ما خفقتها واش جبت مية غرام تاع الشوكولات من بعد ما دوضتها في حمام مريم وراح نخلط معها خمسين غرام تاع الزيت نباتي زيت عادي يعني نخلطهم قبل ما نضيفهم نخلطهم كما كنت شوفوا بديت طريقة كما قلت مية غرام شوكولات دائبة ونضيف لها خمسين غرام تاع الزيت نباتي وننقص للسرعة تاع الخفا قبر كانني مزيدة يعني نفوت في الفيديو لكني تكون سرعة منخفضة ونبدأ نقسمها على تلت مراحل هديك الشوكولات اهنا راح تهبط لي ديك الجينواز وهذا هو الشي اللي حبته معنا نيش حب نتحصل على القوام تاع الجينواز المهم الفيديو راي وضح نفسه نخليها على سرعة مرخفضة كل شي نخفق مع بعديات والبعد من بعد على حداء نجيب مية وخمسين غرام تاع لفاغين تكون مغرب لها على الاقل مرتين ونضيف لها ملعقة صغيرة خميرة الحلويات ونبدأ نضيفها حتى هي على تلت مراحل بالسرعة تكون منخفضة هذا برك الفيديو يعني نخفف هذا ما كانت تكون منخفضة وهذا هو القوام لاني حبته يعني هديك هديك طلعت على الجينواز راح تهبطكم وراكم تشوفو اهنا جبت المول خاص بالفرن ونحاول نبسط الحلوة ديالي واللاجينة ديالي بدي الطريقة ومن بعد بينسور ندخلها للفرن على درجة 180 ونخلي الكيكة ديالي التاب ورانا نشوفوها مع بعدياتنا البعد اهنا من بعد ما تأكدت باللي الكيكة ديالي خلاص طابط من بعد ما وضعت توقو ببديد طريقة لكم كامل تعرفوها اهنا واش نمشي نجيب نمشي نجيب الشوكولة يعني انا راح نستعمل الشوكولة الدائبة تاع الايس كريم اللي عندي جاهزة اذا ما كانش متوفرة عندكم دوبوا شوكولة لاني راح نستعمل دائما نفس البول كما راكم تشوفو ونضيف معا الحليب المهم لازم ديني شوية جارية لاني راح نشرب به الكيكة هادي الكمية ما كفاتنيش يعني كررتها تلت مرات للكيكة يعني هادي الكمية اللي عملتها كررتها تلت مرات لانه لازم نشربه الكيكة غاية اذا ما شربتها هاش غاية الغاية راح تجيكم بناشفة وممكن تجيكم حتى يبسة المهم كتروا من التوقوب يعني وضعوا كمي نسبة كبيرة التوقوب وتبدأوا تشربوا في الكيكة ديالكم بدي الطريقة وكتروا اللي بنات هادي اللي نأكد عليها خسكم تكتروا يعني حاولوا تشربوها تبدأوا تتأكدوا توضعوا التوقوب وتتأكدوا باللكيكة ديالكم خلاص تشربت انا واش نمشي نعمل الطبقة الاخيرة راح نستعمل هادي كريمة الخافق اوريو كول يعني هي جاهزة لبناتها وكريمة خامشيز كذلك راح نستعمل 170 غرام يعني 200 غرام كريمة الخافق الجاهزة مع 170 غرام تاع خامشيز خامشيز هدا هو القوام ديالها لبنات بالنسبة في البلاد نقول لكم اي جبن قابل للدهن تقدروا تستعملوه لكن منها الاحسن ما يكونش مالح بالنسبة للسكر قادية الدوق نوضع اول شيء خامشيز مع السكر ونخليهم ينخفقوا حتى نتحصل على الكريمة ومبعدكم ما راح تشربوها عندي جاهزة هنا كريمة الخافق نضيفها في الاخير فقط باش تندمج مع الكريمة ديالي من بعد نوضع الكريمة ديالي ملاحظة لازم الكيكا تكون سخونة مين تشربوها ولا العكس صحيح يعني هي تكون بردة والحليب والشوكولات سخون ولا الكيكا سخونة والشوكولات سكون بردة هكذا باش تتشرب معكم هنا مين ما كفاتنيش بقت لي واحد الكمية بشي تنضيف النصف العبار اللي عملتو يعني ضفت 200 غرام تا كريمة الخافق واحد ال85 غرام تا كخام شيز يعني نصف العبار اللي عملتو باش قدرت نكمل البلاديالي اهنا باش نسطحها نوضع دائما في كأس فيه الماء وندخل الملعقة ونبدأ نسطح في السطحة ديال كيكا بالنسبة للتزيين توضع اي نوع تا الشوكولات نوضع دائما الشوكولات الخاصة بالايس كريم ونحاول نعطيها الشكل التعميل فيه اهنا الكيكا ديالي من بعد ما كملتها دخلتها لتلاجة وخليتها ليلة كاملة لكن اذا ما كنتو مزلوبين بها على الاقل اربع ساعات ستة ساعات حتى ديك الكلمات تتماسك نفسها ومن بعد ما تتماسكت قصيتها على الشكل المربعة وكان هذا هو القوام لبنان شوفوا الشكل التعال كيكا يعني مشيكم الجنواز مختلفة تماما من ناحية الشكل لمن ناحية المضاق يعني كما كنت شوفوا الجيم تقبة والجي صوفت وبنينة بنينة بنينة بزاف يعني اللي ضاقها هبل عليها لبنان وما تنشبعوش منها خصوصا في السهرة تعليل انا نطيبها تقريبا للسهرة تعليل وان شاء الله ان شاء الله انها اللي تجربوها وليداتكم راح تعجبهم وراح يقولوا لكم زيدوا طيبونا منها هادي هي اهنا لبنان تنحاون نقصلكم هاك دا واحد المورسو باش تشوفوا القوام ديلها من داخل كيفاش يجي شوفوا البنات كيفاش يجي لقوام صوفت صوفت شهيتكم في الجنة جي صوفت بزاف والشكل مغاير تماما الى تعال الجنواز المتعودين عليها هنا لبنان تكون وصلنا الى نهاية الفيديو اذا عجبكم ما تنساوش تدعمونا باللايكات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وتبختجوا الفيديو باش تعم الفائدة ونقلكم تتبقوا على خير ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة